أهلا بكم إلى أخبار الشرق أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية أشارت نتائج الأولية الرسمية إلى أن رئيسي حصل حتى الآن على 17 مليون وثماني مائة ألف صوت في المجمل بنسبة تبلغ 62% من الأصوات وفي نفس السياق هنأ جميع منافسية المنشح للرئاس إبراهيم رئيسي بالفوز في هذه الانتخابات وأعلن التلفزيون الرسمي أن أكثر من 28 مليون إيراني من بين 59 مليون يحق لهم التصويت وكانوا أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة موسيقى سيخدم رئيس السلطة القضائي إبراهيم رئيسي في أكثر الفترات الحاسمة لإيران بعد انتخابات رئاسية خيمت عليها أجواء لا مبالاة من قبل الناخبين بحسب بوليتيكو في وصف الانتخابات الرئاسية الإيرانية كتب موقع بوليتيكو أن اللامبالاة كانت تسيطر على أجواء الشارع الإيراني مشهيرا إلى أن السبب في ذلك سيطرة المرشد علي خامنئي على الانتخابات بعد قرار استبعاد منافسيه الأقوى ما ترك بعض مراكز الاقتراع مهجورة إلى حد كبير على الرغم من المناشدات للتصويت بوليتيكو أورد أن حالة الاقتصاد المدمرة والحملات المكبوطة بالتوازي مع أشهر من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا غذت لمبالاة الناخبين بالانتخابات الرئاسية سيكون رئيسي أو الرئيس إيراني في الخدمة يخضع لعقوبات أمريكية حتى قبل توليه منصبة بسبب تورطه في الأعدام الجماعي للسجناء السياسيين عام 1988 فضلا عن الفترة التي قضاها رئيسا للقضاء الإيراني المنتقد دوليا موقع بوليتيكو أشار إلى أنه من المرجح أن يخدم من يفوز في هذه الانتخابات فترتين مدتهما أربع سنوات وبالتالي يمكن أن يكون على رأس واحدة من أكثر اللحظات الحاسمة للبلاد منذ عقود خصوصا وأن الحالة الصحية لخامنئي البالغ من العمر 82 عاما ليست على ما يرام تنتظر الرئيس الإيراني المقبل ملفات وتحديات من الاقتصاد إلى العلاقات الخارجية والأزمة الصحية الوضع الاقتصادي الضغط في مقدمة أولويات الرئيس الإيراني الجديد فالبلاد دخلت في ركود اقتصادي بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرضها عقوبات اقتصادية قاسية بجانب تبعات جائحة فيروس كورونا التي فاقمت التدهور الاقتصادية ويتسلم الرئيس الجديد السلطة وعلى عطيقه إزاحة العقوبات الأمريكية وحل معضلة الاتفاق النووي الذي يشهد تقدما ملموسا في محادثات فينا وحتى في حال التوصل إلى تسوية بشأن الملف النووي فسيحتاج الرئيس إلى مسار جديد لتحسين العلاقات الخارجية لتهران وكذلك خفض منسوب التوتر مع البيت الأبيض وذلك لتخفيف الضغوط الاقتصادية وحث المثثمرين الأجانب على العودة إلى السوق الإيرانية أما صحيا فيتعين على الحكومة الجديدة إيجاد حلول للسيطرة على تفشيف فيروس كورونا في البلاد بجانب تسريع حملات التطعيم التي يعتريها بطء شديد بالرغم من أن إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بالفيروس إذن يواجه الرئيس المقبل لإيران وضعا اقتصاديا صعبا إذ يعاني الاقتصاد من الانهيارات مستمرة في قطاعاته الحيوية نتيجة العقوبات الأمريكية وجائحة فيروس كورونا وضع اقتصادي متدهور وظروف معيشية ضاغطة أبرز ما يجب أن يتعامل معه الرئيس الإيراني الجديد فالبلاد تعاني انكماشا اقتصاديا بنسبة 12% خلال العامين الماضيين بسبب العقوبات الأمريكية وجائحة فيروس كورونا العقوبات الأمريكية تسببت في انهيار قطاع النفط الذي يعد شريان حياة للخزينة الإيرانية حيث هبطت صادرات النفط بنحو 90% ضغط هذا التدهور على السوق الإيرانية فارتفع تدخم إلى أكثر من 46% خلال فبراير من هذا العام وفق بيانات غرفة التجارة في طهران تدهور لمسته الأسر الإيرانية حيث ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 26% كما ارتفع مؤشر البطالة بنسبة 10% في مقاطعات البلاد المختلفة حسب ما أوردت وكالة أنباء فارس وهو الريال الإيراني إلى قاع جديد مقابل الدولار الأمريكي حيث انخفضت قيمته بنسبة فقط 100% ليتداول بسعر أكثر من 300 ألف مقابل الدولار الواحد في خضم الانتخابات الرئاسية الإيرانية تثير صلاحيات المرشد الإيراني أسئلة كبيرة خصوصا بعدما قام مجلس صيانة الدستور الذي يخضع لسيطرة المرشد بإقصاء مرشحين بارزين لانتخابات الرئاسة المرشد الإيراني السلطة الأعلى في البلاد التي تفوق سلطات رئيس الجمهورية نفسه ينتخب المرشد الإيراني أعضاء مجلس الخبراء الإيرانيين وينص الدستور على بقاء المرشد في منصبه حتى وفاته ولا يمكن عزله إلا من قبل المجلس ذاته في حال ثبوت عدم كفاءته فيما تخول المادة الخامسة من الدستور المرشدة ممارسة السلطة بن يبتي عن الإمام المهدي الغائب وفق الدستور الإيرانية المادة 110 من الدستور الإيراني تحدد وظائف وصلحيات المرشد الأعلى وتشمل رسم السياسات العامة لنظام الجمهورية والإشراف على حسن تنفيذ تلك السياسات وإصدار الأمر بالاستفتاء العام وبمجب تلك المادة يقود المرشد الأعلى القوات المسلحة وتخوله إعلان الحرب والسلام كما تسمح للمرشد بتوقيع مرسوم تنصيب رئيس الجمهورية وعزله بعد صدور حكم المحكمة العليا بمخالفته لوظائفه الدستورية أو بعد تصويت مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءة الرئيس سياسيا المادة ذاتها تخول المرشد الأعلى تنصيب وعزل وقبول استقالة نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية ورئيس الإذاعة والتلفزيون والقائد الأعلى للحرس الثوري والقيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الإيرانية وهو ما يمنح المرشد سيطرة فعلية على السلطة القضائية وأجهزة الأمن والإعلام ومؤسسات تمتلك قطاعا كبيرا من الاقتصاد الإيرانية في حديث للشارق وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون المرشح الأبرز للانتخابات الإيرانية إبراهيم رئيسي وصفه بالشخص الخطير أعتقد أن هناك الكثير من التكهنات وهناك الكثير من المساعي للتأثير على الانتخابات الرئاسية الإيرانية وأفترض أن هذه المرة المرشد الأعلى سيتأكد من فوز مرشحه فإن السيد رئيسي شخص خطير جدا وعندما كان رئيسا للحرس الثوري قال علنا إنه من الممكن على سبيل المثال التفاوض بشأن السلاح النووي مع كوريا الشمالية وهي مسألة همة يجب معرفة المزيد عنها لأني أعتقد أن أي تعاون بين طهران وبيونج يانج يشكل خطرا كبيرا ومن الصعب معرفة كيف أن استبدال روحاني برئيسي سيصعب على المرشد الأعلى إدارة الملف النووي والذي يبقى الهدف الإيراني والإشارات جميعها تشير إلى محاولة إيران امتلاك السلاح النووي قال بولتون إن الإدارة الأمريكية تريد العودة إلى الاتفاق النووي واستقلق من الخطوة أشار إلى استعداد الرئيس جو بايدن لتقديم الكثير من التنازلات لإيران أعتقد أن إدارة بايدن تريد الانضمام مجددا إلى الاتفاق النووي وأنا وكثيرون آخرون قلقون من أن الإدارة قد تقدم كثيرا من التنازلات لطهران لتتمكن من العودة إلى الاتفاق وحسب أعتقادي فهذا يشكل خطأا كبيرا للولايات المتحدة وأعتقد أن بايدن شخصيا يرغب في العودة إلى الاتفاق وأنا متفاجئ بأنهم لم يحققوا ذلك بعد خاصة مع الانتخابات التي تعقد اليوم في إيران ورغم أنه يجري انتخاب رئيس فقط وليس المرشد الأعلى ومع هذه الانتخابات فمن المفترض أنه سيكون من الصعب للروحاني الاستمرار في التفاوض مع الرئيس المنتخب وأعتقد أن الجدول الزمنية اليوم للمفاوضات غير واضح ترجمة نانسي قنقر